أنه ما صار 25 جويلي بشي يبني استراتيجية في قطاع الإعلامة نصور شن؟ ننتهي نفس المنهجية هي حلقات مترابطة هذا ينقلاب جاء لتقويض الديمقراطية والحريات كما تعامل مع السياسيين، تعامل مع النقابيين، تعامل مع الإعلاميين كما يتعامل اليوم مع الأزمات المعيشية للشعب في وضعية الخبز والسكر وغيره أنا ما ننتظرش لأنه انقلاب لا يملكوا رؤية ولا يملكوا كفاءات ممكن أنها تنجز حاجة في مجال ما وبالتالي هي نفس المنهجية تلقاها في المجال السياسي دك الناس في الحبس الإعلاميين اللي يتكلموا ويحبوا يحافظوا على هامش الحرية رغم أنه واقع الأعلام قبل الثورة كان رديق جدا الثورة فتحت مجال الحرية للإعلام ويحتاج إلى بارشة خدمة اللي من أجل تطوير وهي كنت تسمع في الخصائيين كما سيسرحان منظومة الخمسة وعشرين جويلية الأكيد جيت بش تدمر هذه الوساط وهي بش تطيعة خدمة للحكم الفردي فمش هدف آخر هذا المش يتأصبح واضح عند التونسيين نحن حكينا ملول وكل شيء فم ديكتاتورية ناشئة قاعدة تنشئ على أنقاض منتها مصار ديمقراطي متعثر يعيش في أزمة كبيرة ياسر الإجابة الخاطئة للأزمة الحقيقية كانت في لحظة خمسة وعشرين جويلية وكأنك حابيت تقول سي عبد الفتاح التغوتي أنه يراد لهذه المؤسسات الأعلامية أنه تقعد ديما تعيش للأزمة هذه فقط لأنه السلطة السياسية تريد ذلك لتطويحها وإخضع هذا شنون في من كلمك أنا من عرش كان بش تحكي في وضعية التنكيل بالزاوية هذه هي اللي تعانيني الباقي أهل القطاع قال أهل مكة أدرب الشعاب نحن معك من جانب السياسي اللي أنت ترحته وربطه بجانب بصار خمسة وعشرين جويلية والمقاربة السياسية معانتها المقاربة هي تطويع الإعلام وفما قلق كبير ياسر في خطابات الرئيس والأتباع متاعه والحملات الموجودة على الإعلام الحر وعلى أصوات الحرة اليوم نقابيين معانتها في الحبس سياسيين في الحبس الكلنا معانتها إعلاميين في الحبس الكلنا متأمرين والكلنا في حالة صراحة وقت ما تنجمش أن نياقش حاجة أخر أنا غير الزاوية هذه الباقية حكي عليها السيد نقيب السحفيين اللي هو مناظر وانحيي رجعنا للنضال وعشنا معها لفترة السجن متاعه قبل الثورة وقت كان في البي دي بي وكننا احنا في الجاحث اليوم معانتها نحيي على معانتها النضال متاعه ومواصلة النضال متاعه وفريق متاعه كان قابا ما زالت معانتها واقفة لأنه الصرحة الأخيرة هو الإعلام نترح لك وجهة نظر مختلفة يقول لك اليوم السلطة اللي كانت موجودة قبل 25 جول يعليش هي ما حلتش الملفات هذية اللي كانت مطروحة تقريبا بعد 2001 ما قيلش في حركة النهضة وغيرها من الحكومات اللي كانت تحكم اللي هي أيضا بدورها أرادة أخذها عدد من وسائل الأعلام بدورها ما حبتش خلتها دي ما تحب تقعد في أزمها اللي تطويحها يعني الكلام اللي تقولوا فيه اليوم على 25 جول قيلة أيضا على حركة النهضة معنتها هذا هو معنتها التبرير معنتها تجيت للإنقاذ قلت ما قلت نحن ردينا وقلنا ونسبنا الأوضاع الأوضاع ما كانتش معنتها وردية أنا ما نحبش ندخل فيه الخطابة ذاك لأنه الناس اللي مسكت المسؤولية في وقتها خرجت وقالت راي مقار بيتنا أنت قال صعب ووضع مالي صعب وحتى المسائل الذي يردوا عليه صدقت الناس أم لم تصدق حسي لها ما في الصدور ما يعنيني أنا اللي قال جاي قارني بش ننقذ ما تبررش الفشل متاعك والعجز متاعك وعدم قدرتك على معنتها الإصلاح بأخطاء من سبقوك بالعكس أنت زدت الطينة بلة زدت الوضع تحقيد وزدت تأزيم جيت بش تحل الشكيليات كما جيت النهضة وقالت لرني لقيت وضع خايد اليوم ما تمشو نهزو الوضع الأخي بمنو ونقولوا روه هاكا منتمو ما ما صلحتوش يا أخويا أحنا ما صلح ناش جيت بش تصلح هانت تفضل نطلق صلح ونحن نبارك الإصلاح وين فما إصلاح بش ما نقعدوش في جدالية النسبو والردو وما إلى ذلك خلي تجيوزوه ترجمة نانسي قنقر